فهذا الشريط غنشوفو الكوركتور أخطوغرافيك اي غراماتيكال اللي عدنا في ميكروسوفت وارد 2013 وليشيئ الما مغاير على النصر السابقة إذن غنخدمو دائما بلالتر دو موتيفاسيون دينا أثناء كتابة النص ديالي تعمت نقوم بمجموعة دي الأخطاء ولي كيدهرو عدنا باللول الأحمر والأزرق هدي هي طريقة وارد لإشارة الأخطاء اللول الأحمر كيمتلي إما فعلا أخطاء داختوغراف أو كلمات غير معروفة في القاموس ولي ليست بالضرورة أخطاء ولول الأزرق كيمتلي الأخطاء ديالي غامار من أجل تصحيح هذا الأخطاء عدنا ثلاث تقنيات الأولى نقومو إحنا شخصيا بتصحيح هذا الأخطاء خطأ بخطأ مثال كلمة لسانس اللي غنبتل فيها الحرف اس بالحرف س كذلك يمكننا نضغطو على الزر الأيمن فلاصوغي على الكلمة الخطأ ومن بعد نضغطو على الاختيار المناسب انطلاقا من قائمة الاختيارات اللي كيقدم لنا وارد إذن هنا غنضغط على أوديو فيزيويل يمكن لنا كذلك نخلي وارد يقوم بتصحيح إذن كنمشي واللونج لغيفيزيون ومن بعد انطلاقا من هنا كتلاحظوا باللي عندنا في مجموعة ومن بعد انطلاقا من أخر موضع ضغطنا فيه بالصوري دينا بالضغط هنا كتتحلينا النافدة جديدة هنا على اليمن واللي فيها غيقوم وارد بتصحيح خطأ تلو الآخر سواء في الورتوغراف أو في لغامر على حسب نوعية وموضع الخطأ بالنسبة لنا هنا عدنا خطأ دوغطغراف كلمة سومتر وللكتابة الصحيحة ديالها كتتحتوي على حرف M1 فقط لاحظوا معي هنا لتحت بلادنا إمكانية تسمع الكلمة أو قراءة معلومات إضافية للكلمة كذلك الشيء اللي غيساعدنا في اختيار تجاهل أو تغيير الكلمة هنا غنغير الكلمة وغنضغط على موديفي تلقائيا المصحح كينتقل الخطأ الموالي عدنا خطأ دوغراف مغ هنا كتبت جماتريز بإضافة حرف S في الآخر كان علينا كتبها بدون حرف S وهو الاختيار الوحيد اللي قدم لي وورد بالتالي كان ضغط على موديفي كذلك هنا عندي خطأ دوغراف مغ نسيت إضافة حرف S لكلمة لزوتي الاقتراح الأول اللي قدم لي وورد هو المناسب إذن كان ضغط على موديفي نفس الشيء بالنسبة للخطأ لازم إضافة حرف S كان ضغط على موديفي هنا وورد كيشير بلي تم تطبيق أسباس بشكل مضاعف ما بين كلمة انترنت وكلمة ان بالتالي كان ضغط على موديفي في أي لحظة يمكننا إغلاق هاد المصحح وتسجيل تغييرات اللي قمنا بها إذن يكفي نضغطو على الرمز سوفقاردي وجميع تغييرات اللي قمنا بها الحد الآن غتسجل في الحين كنفتحوا المصحح من جديد لتتمت تصحيح المستند دينا هنا عدنا خطأ آخر دينا إذن غنقوم بتصحيح هاد الخطأ بالضغط على موديفي هنا وورد كيشير الخطأ دوغتغغاف ولي هو ماشي غلط بحكم هو اسم المرشحة دينا إذن غنضغط على إنيوغي نفس الشيء بالنسبة لإسم العائلي المصحح كيستعمر في تصحيح الأخطاء اللي عدنا في أول نص وكيشير بلي هادو أخطأ دوغتغغاف لكنها مجرد أسماء خاصة إذن غنختار إنيوغي مباشرة من بعد تصحيح جميع الأخطاء الواردة في النص هاد النافذة اللي كتظهر كتوضح لي بلي وارد انتهى من تصحيح جميع الأخطاء لكن من الضروري نقوم بالمراجعة بحكم أن المصحح مدققش بالقدر الكافي ومن بعد كنقوم بتسجيل تعديلات اللي قمت بها بالضغط على الزر كما كتشوفو وارد ميل تخيز في النسخة الجديدة ديالو كيقوم بعمل أفضل من النسخ السابقة وكذلك هو أسرع مع هاد نافذة الشرح اللي عدنا على اليمن